موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعلة على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من الفضائل الأخلاقية والتي اعتبرت في الروايات من جنود العقل الصفح الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور الرحيم في كثير من الأحيان في العلاقات الاجتماعية سواء من علاقات أسرية أو روابط مختلفة في الاجتماع تحدث هناك إشكاليات وقد يكون هناك تجاوز من بعض الأطراف على الآخرين فإن هذه التجاوزات تسبب حالة من الإشكالية في الارتباطات الاجتماعية نجد بعض الأسر تعيش في توتر لماذا هذا التوتر موجود؟ لأن بعض الأطراف أو كل الأطراف هؤلاء يتجاوزون الطريقة المرضية في التعامل الأسري وكذلك في المجتمع وهذه التوترات في الأسرة أو في المجتمع هذه تسبب إشكاليات كبيرة قد تسبب تجاوز كثير من الحقوق لأن الإنسان إذا علاقاته متوترة مع شخص قد لا يؤدي الحقوق الواجبة تجاه ذلك الشخص أن يعيش الناس في حالة من التوتر هذا يسبب ضعف البنية الاجتماعية ولذلك كان تقوية الأواصر الاجتماعية من المهام المهمة التي قام بها الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام وينبغي على كل واحد مننا أن ينفذ تلك التعاليم التي جاء بها الرسول والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام لكي تبقى هذه الأواصر قوية ولا يكون هناك تفكك أسري واجتماعي قد يحدث بعض التجاوزات فكيف نتعامل مع هذه التجاوزات النفس ترغم الإنسان في كثير من الأحيان بأن يتعامل بانتقام إذا تجاوز على حقي أنا أتجاوز عليه أيضا إذا خاشنني بكلمة أنا أخاشنه بكلمة إذا أهانني أنا أهينه إذا لم يقم بواجبه تجاهي أنا لا أقوم أيضا بواجبي تجاه وكلما كان الانتقام أكثر المشكلة تكبر أكثر فلذلك جاءت التعاليم الدينية بوعد هذه المشاكل في نطفتها هذه المشاكل حينما تبدأ تبدأ صغيرة إذا من ذلك الوقت تم القضاء عليها يكون تجاوزها بسهولة في حين أن هذه المشكلة إذا كبرت وبقيت من غير علاج يكون علاجها في المستقبل صعبا لذلك الله سبحانه وتعالى يأمرنا في هذه الآية التي تلوناها وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يقول بعض المفسرين إن الفرق بين العفو والصفح والغفران هو أنه إذا شخص ارتكب تجاوزا جريمة قد لا تعاقبه على تلك الجريمة هذا يكون عفوا يعني نفرض أن شخصا قتل أولياء دم المقتول يعفون عنه يعني لا يقتصون منه فهذا يكون عفوا لكن عفو المجرم عن جريمته هذا ليس بمعنى رجوع الحالة إلى طبيعتها فكلما رأوا هذا الشخص يقولون هذا الشخص فعل كذا وكذا لا يؤاخذوه بجريمته ولكن إذا رأوه يعرضون عنه لذلك الآية تقول وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا يعني تناسي ما عمله هناك مثلا بين الزوج وزوجة تحدث مشادة وتحدث مشكلة فقد لا يكون هناك عفو يؤدي بهما إلى الانفصال وإلى الطلاق وقد يكون عفو ولكن لا يكون صفح يعني كلما جاء الزوج ذكر زوجته مثلا وكلما جاءت الزوجة ذكرت زوجها وهذا الغالب في حياة الأسر التي فيها مشاكل أسرية قد لا يؤدي بهم إلى الطلاق ولكن دائما العلاقة متوترة لماذا؟ لأن أحدهما يذكر الآخر بما فعله والآخر أيضا ينتقم منه بأن يذكر ذاك بما فعله أيضا فلذلك بعد الصفح وهو أنه لا يذكر أحدهم الآخر ولا يشير إلى ما فعله يأتي بعد ذلك الغفران يعني الساتر وإرجاع الحالة إلى حالتها الطبيعية الأولية والأصلية لذلك نجد مثلا نحن في بعض الأحيان هناك بين زوج وزوجة كانت مشاكل ولكن أصلحوا أمرهما أصلحوا ما بينهما وبعد ذلك نجد أن العلاقة بينهما علاقة حميمة علاقة حب وحنان لأنهم تناسوا تلك المشاكل التي حدثت بينهما فلذلك الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالصفح وهناك نهي عن الانتقام حتى الإنسان إذا عند حق للانتقام الله سبحانه وتعالى يحبذ العافو وأن تعفو أقرب للتقوى لماذا؟ لأن الإنسان حتى إذا له حق الانتقام لكن حينما ينتقم عادة الناس يتجاوزون الحد المسموح لهم في الانتقام يعني مثلا في سالف الزمان إذا قاتل قتل هناك يوجد حق في القصاص إذا كان القتل متعمد وغالبا أقرباء المقتول يتجاوزون الحد في الانتقام القاتل شخص واحد ولكنهم ينتقمون من كل أسرة القاتل إذا اقتصوا من القاتل من إخوانه أخواته أقرباءه ينتقمون منهم بالكلام والساب والشاتم والتوتر وما إلى ذلك لذلك عادة الانتقام فيه تجاربا يتجاوز للحد وغالبا الإنسان تسيطر عليه حالة الغضب فتفلت زمام الأمور من يده لذلك الإنسان يعامل الناس ينبغي أن يعامل الناس بالصفح ولو تعامل الكل بالصفح لقلة المشاكل لأنه الانتقام يولد انتقام مضاد والمشكلة الصغيرة تكبر وتكبر وتكبر ثم تتوارث نحن نشاهد عوائل علاقاتهم متوترة لماذا؟ لأن أجدادهم كانت بينهم مشاكل فالأبناء ورثوا الحقد ورثوا المشاكل من آبائهم بسبب عدم الصفح ولو كان هناك صفح وغفران وعافو لن حلت كثير من المشاكل ومن المعلوم أن حالة الانتقام إذا استمرت يقترن بها كثير من المعاصي بحيث أن الناس يرتكبون مختلف التجاوزات ولا يرغبون في التنازل عنها انتصارا للذات لذلك الله سبحانه وتعالى يأمر بالعفو والرسول صلى الله عليه وآله كان آية في العفو نشاهد الرسول صلى الله عليه وآله حينما فتح مكة عفى عن هؤلاء المجرمين حتى بعض هؤلاء كانوا يستحقون الانتقام لعظم الجرائم التي ارتكبوها فلذا الرسول هدر دمهم لكن بالشفاعة عفى عنهم كوحشي قاتل حمزة مثلا وكهبار قاتل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله في البداية هدر دمهما ولكن بعد ذلك عفى عنهم لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله جاء رحمة للعالمين جاء لنشر هذا الدين القويم ولم يجأ الرسول صلى الله عليه وآله للانتقام من الناس ولذلك هذه الحالة هي التي كانت من الأسباب المهمة في انتشار الدين في مختلف ربوع الأرض ونحن لو تمكننا من أن نبين رحمة الإسلام وصفح الإسلام وعفو الرسول صلى الله عليه وآله في سيرته للعالم لدخل الإسلام الناس أفواجا كما دخلوا في اليوم الأول ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين يا ربنا يا إلهنا يا مغيفنا يا مغيفنا يا حبيبنا يا مغيفنا يا مغيفنا يا مغيفنا